قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن ميليشيات الحوثي ما زالت ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة وتلجأ عوضا عن ذلك لتهديد جيرانها بالمسيرات والصواريخ الباليستية وأشهد أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الأمن حول التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية بقرار مجلس الأمن 2006-2006-2006-2004 الذي جرى اعتماده وفرض المزيد من العقوبات على الحوثيين مع تصنيفهم منظمة إرهابية وأكد أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية مستمرة من دون انقطاع وأنه لدى الدول العربية العديد من الشواغل حيال السياسة الإيرانية في الإقليم